من نمازج جوجل الممتازة جداً والمتاحة بشكل مجاني داخل جوجل AI Studio هو نموذج جيميناي 2 Flash Image Generation Experimental الجديد واللي ممكن نقول عليه أنه هو بديل للفوتشوب بتقدر أنت تعمل تعديل على الصور به وتعديل احترافي يلا بينا النهاردة نتعرف على هذا النموذج الرائع ونشوف إمكانياته ما ترحوش في أي حتة حنرجع لكم مرة تانية متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة جوجل نزلت نموذج جديد وهو جيميناي 2 Flash Image Generation بيتعامل مع التكست وبتعامل مع الصورة وتعاملوا مع الصورة في إنتاج الصورة مش مجرد مولد للصور بالذكاء الاصطناعي عادي ولكن كمان بيقوم بالتعديل على الصورة وده اللي حنشوفه مع بعض من خلال فيديو النهاردة أول حاجة بتروح على جوجل لآي ستوديو حطتلك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو وهتخش عليه بأكاونت جوجل بتاعك العادي جدا وبعد كده بتروح للموديلز وفي الموديلز هتلاقي فيه موديلز كتير جدا اختار منها الموديل الاسمه جيميناي 2 Flash Image Generation Experimental بعد ما هتبتدي ان انت تختاره هنا هتلاقي في الآتبوت فورمات بيطلع لك تيكست وبيطلع لك كمان Images and Text هنا هتبتدي ان انا اشوف ال Capability بتاعة هذا النموذج او امكانياته عندي Image Editing بيقدر ان هو يعدل على الصورة بيقدر ان هو يجينريت ستوري بيولي الصورة with Images الناس اللي عايزة محتوى قصصي يكون فيه صور ويكون فيه تيكست يقدر ان تستخدم هذه الميزة ايضا التصميم Design a Custom Card Birthday Card او اي كارد يقدر ان هو كمان يصمم لك كارد يمكن لسه التصميم شوية عليه يعني من اختباري ليه وحنشوف مع بعض ده النهاردة ولكن هو في ال Editing ممتاز جدا فيه توليد قصة بصور ايضا ممتاز جدا وايضا التصميم هنجربه مع بعض النهاردة زي ما قلتلكم يلا بينا نجرب اول حاجة وهي Visual Story يعني Generate a Story with Images هنا هبتدي اقول لكم بانشاء قصة تحكي عن مغامرات شاب يدع عمر في الصحراء مع ارفاق صورة لكل مشهد وحبتدي ادو سرن هنا حيبتدي يولد كل مشهد مع صورة في صباح يوم المشمس استعد الشاب عمر لمغامرات الشيقة في قلب الصحراء الذهبية وعطاني صورة بعد كده بعد ساعات من السير شعر عمر بالعطش وعطاني صورة وصل عمر الى الواحة وعطاني صورة فجأة سمع صوتا غريبا وعطاني صورة في المساء وبينما كان عمر يشاهد غروب الشمس الذي يلون السماء وعطاني صورة وهكذا ولو خدت بالك هو محافظ الى حد ما مثلا هنا التي شيرت تقريبا واحد هنا هو لبس تي شيرت تاني وهكذا ولكن الى حد كبير محافظ على الشخصية ده بالنسبة لي توليد قصة معاها صورة تعال بقى نشوف الحاجات الاقوى الموجودة وهي متعلقة بالImage Editing وهنا انا هبتدي ارفع صورة من عندي يكون صورة زي دي دي صورة كده لشخص رجل في منتصف العمر قاعد بيشرب قهوة هتقوله هنا هنا هقوله change طبعا قوله بالعربي او بالانجليش the background الخلفية to office او an office وعمل run دي الصورة الاصلية وهنا نفس الصورة زي ما احنا شايفين غير الخلفية بدل ما هو قاعد مثلا في مطعم او في كافي شاب قاعد بيشرب قهوة هو قاعد هنا في المكتب بتاعه وقدامه برضو الكتاب والترابيزة وكل حاجة ولكن الخلفية مكتب زي ما احنا شايفين هل ممكن اغير في اللبس اللي هو لبسه ممكن اغير في اللبس اللي هو لبسه هقوله change the shirt to a white t shirt white وابتدي ادوس run هنا لبسه white t shirt زي ما احنا شايفين ممكن اقوله ايضا change the white t shirt to a black suit ودوس run حيلبسه بدلة سودة زي ما احنا شايفين لكن خد بالك بعمل نقطة فكل مرة بتقوله change حاجة الموضوع ده بينعكس شوية على الوجه ما بيبقاش واضح قوي زي الصورة الاولانية فحاول ان انت لو عايز تعمل تغيير اعمله من الصورة الاولانية غير ال background ولبسه مثلا حاجة مختلفة من اول مرة تعالوا نشوفوا الموضوع ده مع بعض هل ممكن نعمل كزا تغيير داخل صورة واحدة هنشوف مع بعض هشوف صورة تانية وهي صورة عربية هقول له change the color to red and make the background easy street وهبتدي اقول له run هنا عملت تغييرين هل حيقدر يفهم the two changes ان انا عايزاهم ان هو يغير ال background بالشارع وايضا يغير لونها للون الاحمر فعلا عمل الموضوع ده ولكن اخلى ال background شوية يعني ابيض و سود ممكن اقول له هنا هقول له make the background is desert desert هنا خلى ال background صحراء زي ما احنا شايفين ولكن التغيير رائع وهنا كمان محافظ لي على الصورة الاصلية بس اغير اللون للون الاحمر زي ما احنا شايفين ففوتو ادوتر اهو مجاني تقدر ان انت تستخدم وتعدل به على الصورة هل ممكن اغير ال aspect ratio تعالا نجرب ال aspect ratio كده ممكن نغيرها ولا لا change the aspect ratio of image two 16 ل9 وهنعمل run بصوا الجمال مغير لي كمان الابعاد ال aspect ratio فيش اي مشكلة لو انا رحت كده ورفعت صورة ولتكن صورة زي دي زي ما احنا شايفين راجل فرحان وسعيد هنا هقول change the face expression of the man to angry expression انا عايز الشخص بدل ما هو بيبتسم كده يبكون غطبان هنشوف هقدر ينفذ الموضوع ده ولا لا او يحافظ على شكل الشخص ودي اهم حاجة هنا الشخص هو هو وهو رفع ايده وكل حاجة وهنا شكله زعلان او غطبان او مدي زي ما انتو شايفين تعالوا نعمل حاجة تانية برضو نشوف نرفع الصورة تانية انا معجبة جدا بصراحة بهذا النموذج الرائع من جوجل هنا ده حصان هيظهر معاكم دلوقتي هقول the horse is walking يعني ماشي مش عايزة مثلا يكون بالوضع ده هنا الحصان يعني ايه يعني قرب الارض هو walking فعلا make the back ground is a race lean مثلا كيانه ماشي في زباء يعني هو هنا طالع خالص برا الخط ولكن برضو انا شايف النتيجة حلوة جدا ممكن كمان نرفع حاجة تكون فيها كتابة حاجة زي كده واقول له هنا هقول له change the text to ai tools وحدوث run هنا ai news هنا ai tools زي ما انتو شايفيني هنا طبعا تقدر ان انت تعمل extract للكتابة اللي موجودة في اي صورة لو انت حابب يعني ممكن اقول له extract the text in the image بس تخيل بقى ان انت عندك text أو equations معادلة أو حاجة يعني حاجات كتيرة هو هيقدر ان هو يستخرجها ai tools استخرجها زي ما احنا شايفين ايه الحاجة الاخيرة اللي هنجربها وهي ال design لو رحت هنا قلت له generate a design for a birthday card هنا هيدك birthday card بالمنظر ده انت ممكن تقول له مثلا تاخد ال هناخد كده template زي ما هو حبتدي اقعدل فيه شوية حاجات هنا هخلي decoration مثلا يكون balloons and the stars the text should be large and say مثلا happy birthday to مثلا احمد we wishing you a day ممكن اصيب دي زي ما هي وقول له with aspect ratio one مثلا to one وبعد كده عمل run ونشوف ادي النتيجة زي ما احنا شايفين هي مش one to one قوي هي تسعة الستاشر انا حسها اكتر تسعة الستاشر ولكن happy birthday to aحمد وعمل لي background زي ما انا طلبتها عايزة stars وعايزة balloons ممكن ارجع مرة تانية اقول له change the aspect ratio to one to one هنا واحد لواحد زي ما احنا شايفين ولكن خطيلي frame الى حد ما زي ما قلتلكم في الديزاين لسه شوية بدري عليه حبا ممكن هنا اقول له ايه ممكن هنا اقول له design design a post for facebook takes talks about ai weekly news ممكن اقول له make it colorful with warm colors حامل ران هو هنا ما حطليش ايه وكلي news هو هنا حطالي ai talks news facebook talks change the text to ai talks news توكس نيوز برضو ما عمليش التغيير اللي انا عايزة عشان كده قلتلكم لسه التصميم شوية عليه مش بالكفاءة بتاعة عمل story بالصور او كفاءة ال editing اللي بيعمله على الصور فانا شايفة بصراحة ان هو في الاثنين الاولانين كان كويس جدا في ال post ممكن يعملي حاجات بسيطة او خفيفة مفهاش details كتير من هذا القبيل ده بالنسبة لي فيديو النهاردة عن جيميناي 2 flash image generation من جوجل اللي تقدر تجربه بشكل مجاني داخل جوجل AI studio اتمنى تقولوا استفدتم من فيديو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد زي بقول لكم في نهاية كل فيديو منساش تعمل subscribe للقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء متنساش اللايك وشير وكومنت دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة